ثمن رئيس البرلمان العربي عاد بن عبد الرحمن العسومي جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأشر العسومي إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو ثمرت جهود ديبلوماسية حثيثة قامت بها مصر بما يعكس موقفها الثابت الساعي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية كما يعكس ثقل الديبلوماسية المصرية ودورها الرائد والمحوري لضمان أمن واستقرار المنطقة